اشتركوا في القناة وعلى مدينة ادلب بعد خوضه معارك ضد قوات النظام استمرت خمسة ايام واسفرت عن مقتل مائة وسبعين عنصرا من الطرفين على الاقل وفق حصيلة المرصد تم تحرير ادلب بفضل من الله عز وجل وبفضل بعض الفصائل الذي شاركت في هذه المحركة وحرر المجاهدين مدينة ادلب وشعور الحمد لله الناس ارتاحت العالم ارتاحت المدنيين ارتاحت بطش النظام وتسيطر جبهة النصر على مناطق واسعة في محافظة ادلب بعد هجوم شنته في 22 نوفمبر وادى الى طرد عدد من الفصائل المعتدلة المدعومة من الغرب ويقول محللون ان الجبهة تخطط لانشاء امارة يكون الهدف منها منافسة دولة الخلافة التي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية في نهاية حزيران يونيو اقامتها في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا واسفر النزاع السوري خلال اربعة اعوام عن مقتل اكثر من 215 الف شخص فيما نزح نصف السكان من جراء الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة